السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكم جميعا وتحية من قلبي تلمس قلوبكم جميعا بإذن الله أهلا وسهلا وكلكم على راسي من فوق في الحقيقة بتيجي وقت من الأوقات على السيدات الفضليات اللي هم أخواتي كلكم على راسي من فوق بيبقى عايزة تعمل على تسمين المناطق الانسوية وده بيعرضها أن هي ما تقدرش تحضر مناسبات كتير وتبقى بيتوتية كده شوية وبرضه بيجي وقت من الأوقات على الناس اللي هم بيعملوا عمليات تخسيس قاسي جدا أو رجيم قاسي جدا بيتيجي عليهم وقت بيبقى عايزين يبرزوا أو يسمينوا المناطق الانسوية نتيجة أن التخسيس القاسي دوت أو الرجيم القاسي ابتدى يأثر على أماكن معينة ولكن النهاردة أنا جايب لك خلاصة الخلاصة حاجة رهيبة جدا لو استخدمتيها لأسبوع واحد فقط زي ما بقولك كده سبع تيام مع الحاجات اللي أنا هقولها لك تعمليها أنت المناطق الانسوية دي هتكبر بشكل يرديقي وبشكل ملحوظ جدا إيه هي الحاجات اللي احنا هنستخدمها وإيه هي الوصفة والتركيبة اللي حضركوا ونسوتوها وما بقتلاش تروح هنشوف مع بعض هنقول اللهم احسن ما بين أيدينا وصلي على سيدنا المصطفى سيدنا محمد نبينا واكرم كل من يضع لايق لنا وكل اللي مش هيحط لايق دول بسم الله أول حاجة احنا هنجيب البرتمان بتاعنا أهو البرتمان ده وأول حاجة هننزل بيها يا جماعة حاجة كده رهيبة احنا أول مرة هنستخدمها هناخد معلقة أهو شايفين معلقة من حبوب الصوية تمام معلقة من حبوب الصوية هنحطها معانا هنا كده حبوب الصوية دي يا جماعة موجودة عند العطار وأتمنى اللي انتو جبوها مطحونة وما تجيبوهاش سليمة حبوب الصوية مفيدة جدا في عملية التسمين بتسمن بطريقة رهيبة وبطريقة ملحوظة وسريعة طيب بتعمل ايه تاني بصوا اللي يهمني في حبوب الصوية التسمين هي هتسمن كده كده ولكن أنا يهمني فيها حاكتين اتنين احفظيهم لو سمعت أول حاجة بتمنع فقدان الكولاجين في البشرة تمام كده يبقى بتعمل ايه بتمنع فقدان الكولاجين في البشرة تاني حاجة هتعمل ايه هتمنع فقدان الماء في البشرة والحاكتين دول مهمين جدا لبشرتك اللي احنا طبعا هنحطها عليها وفي نفس الوقت عشان يبدأ يعمل عملية الايه التسمين الايه الصحيح يبقى احنا كده خدنا اول معانا حبوب الصوية هتلاقوها عند العطار يريد تجيبوها مطحونة لان هي شكلها بتبقى صغيرة كده هوت وبتبقى صلبة فصعب اللي انت تطحنيها في المطحنة الايه العادية طيب خدنا معانا فسوق الايه حبوب الصوية تاني حاجة حاجة لابد منها تاني لابد منها في عملية التسمين حاجة اساسية اللي هي ايه الحلبة المطحونة اهو هنجيب حلبة مطحونة والحلبة خلي بالكو اسمها حبوب الدهب لان هي قيمتها اخلى من الدهب وخلي بالكو قلتلكو ان الحلبة فيها كمية كبيرة جدا من فيتامين دال يعني لو حضرتك استبدلت الشاي بالحلبة وشربتلك 3 اربع كبيات في اليوم انت مش هتحتاجي تجيبي اي كابسولات لفيتامين دال مش هيجيلك شاشة عظام اطلاقا اطلاقا الحلبة مفيدة جدا في عملية التسمين خلي بالكو لو انتوا لاحظتوا ان اي حد لما بيجي يولد وخلي بالك ان الحلبة مفيدة جدا لانتوا لو لاحظتوا هتلاقي ان بعد الولادة على طول هتلاقي طبعا ان السيدات بيشربوا حلبة بعسل سواء كان عسل الطمر او عسل الاسود مفيدة جدا في عملية الاسود يبقى احنا اخدنا معلقة من الحلبة ومعلقة من حبوب الاسود طيب هنعمل ايه بقى بص بقى يا ست الكل في مكون تاني احنا هنحطه بس ماينفعش نحطه في الوقت الحالي ليه هقولك احنا هناخد معانا زيت الزيتون اهو خدنا زيت الزيتون معانا كده اهو غطناه وهنبدأ نقلب معانا كده اهو حاجة بسيطة جدا وسهلة فوق مما تتخيلوا اهو احنا هنبدأ نقلب فيه كله كده لازم كله ايه يعني يخش يندمك في بعض اهو وبعد كده هحمل ايه يا جماعة هاخده على النار لمدة ايه تلت ساعة نص ساعة تاني لمدة تلت ساعة او ايه او نص ساعة بعد كده هرجع هقولك استناه لما يبرد تماما وبعد كده احط له الحاجة اللي احنا قلنا عليها كده استنينا عليه نص ساعة على حمام البخار وبعد كده طلعناه معانا استنينا لما يبرد تماما وطلعناه بعد كده هنبدأ نحط المكون السحري التالت وهو لازم ولابد منه نحطه تلت مكونات اساسية في عملية تكبير المناطق الانسوية وحاجة لازم منها طيب في حاجتين قبل ما هنحط بس المكون لازم تاخدوا بالكم منها اول حاجة لو احنا رفيعين وعايزين نسمن ناشي لو احنا رفيعين وعايزين نسمن طبعا احنا لازم نستخدم الحاجة دي طيب بجانب ان احنا لازم ناخد مشروبات التسمين او حاجات للتسمين ايه هي هقول لكم في الفيديو الجاي هو اللي انت لازم تعمليه هنا تمام كده طيب والفيديو الجاي حاجة رهيبة جدا في كل مشروبات التسمين هحطها مبين ايديكم وحاجة امنة جدا لصحتكم بعد كده احنا هناخد معنا هنا هو زيت السمسم ايوة زيت السمسم اهو هناخد معنا زيت السمسم هنحطه كده حطينا معنا زيت الايه السمسم تحطي بقى معلقة تحطي معلقتين مفيش ايه ادنى مشكلة وهو وهقلب معنا هنا كله اهو قلبت كده خالص قلبت تمام هعمل ايه بقى هقول لك هعمل ايه هنلفه في اي حاجة كيس اسود بلاش شرب جوزك طبعا هنلفه في كيس اسود وبعد كده هنشيله في حتة ضلمة لمدة 24 ساعة تمام لمدة 24 ساعة بعد كده اروح مطلعه وابدأ اخد منه وابدأ ونبدأ ندهن المنطقة اللي احنا عايزينها تكبر بس لازم اعمل ايه فيها مساج بحرقة دائرية مع اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة ليه احنا لازم نعمل كده عشان نبدأ في عملية تدفق الدم تمام كده يعني نخلي في دموية في المكان ده عشان يبدأ يعني عشان يبدأ يمتص كل الزيوت اللي احنا حطيناها وتبدأ كل حاجة تبدأ تشتغل لوحدها على حدة في عملية التكبير لو احنا استمرنا على الديهان دوت او على الزيوت ده تلت مرات في اليوم مش اقولك مرتين لو انت عايزة بسرعة يبقى تلت مرات لو انت عايزة مثلا على سبيل المثال يعني عادي تاخد الوقت عادي ممكن تستخدمي مرتين او ممكن تستخدمي مرة ولكن تلت مرات انت اعتخد حاجة صغيرة جدا هيبقى معاك كويس جدا وخلي بالك تاني كمان مرة لبالك من امر ايه مهم جدا لازم تكون المنطقة اللي احنا هنبدأ ندهنها نمسحها بالمية الاول او بفوتها بمية كده هوت عشان نبدأ ايه نهيئها او نبدأ نفتح المسام عشان نقدر اللي احنا ندهن الزيوت ده ونقدر نستفاد منه الاستفادة القصوى كده انا حطيت ما بينكم اقوى زي تقدروا تعملوه عشان يعني يكبر المناطق الانسوية او يسمن المناطق الانسوية زي ما تسموها او زي ما تحسبوها مفيش مشكلة ولكن ده هو اقوى حاجة تقدري تستخدميه واأمن حاجة في نفس الوقت تحيات ليكم شكرا واشوفكم في الف وصفة الوصفة واستنوا فيديو التسمين لان فيديو مهم جدا